موسيقى بعد امتشار اخبار عن اصابة الفنان اللبناني زيادة الرحباني بوعكة صحية ونقلوا بسببها على المستشفى لمتابعة وضع الصحي اكدت معلومات خاصة بموقع الفن ان هالاخبار قديمة ومنى صحيحة واجدد البعض عمواقع التواصل الاجتماعي لإصارة الجدل التقت الممثل المصري دينا الشربيني صطفي عمدخل فندق بالقاهرة بالفنان المصري عمر دياب اللي ارتبطت فيه بعلاقة حب انتهت بظروف غامضة ومع انتشار الصورة اللي جمعتهم بإعلان احد التطبيقات رجع الجدل عن عودتهم لبعض وبتقول معلوماتنا الخاصة بموقع الفن انه دينا سلمت على عمر دياب بس تجهلق وكمل طريقه واتبين بعدين انه ساكن بنفس الفندق بين فترة وفترة وما بيختلط مع كتير من الناس وبتقول المعلومات انه ما في عودة بين دينا الشربيني وعمر دياب لانه بيرفض الصداقة حتى بينهم والملف بالنسبة له انتهى بعد ما خدمه بحسب مصادر من حوله وحوله لنجمة صف اول بعد ما ارتبط اسمه فيها دينا الشربيني رغم كل التسريبات عن حياة عمر دياب ما عمد هاجمه ولا بتحكي عنه بطريقة ممنيحة نشرت الممثل السوري امل عرفة صور وفيديوهات من تناوله لغدا مع طليقة ووالد بناتا الممثل السوري عبد المنعم عماري وهو كمان عمل ذات الموضوع وبينوا مبسوطين باجتماعهم سوا ببيروت وتسيأل المتابعين اذا كانوا امل وعبد المنعم رجعوا لبعض وبحسب معلوماتنا الخاصة بموقع الفن اكدت انه امل وعبد المنعم ما رجعوا لبعض بس بيحترموا بعض وبالاخص عندهم بنتين وكل القصة انه بالصدفة تواجدوا كلهم بلبنان فاتفقوا يظهروا سوا ويتغدوا نشر التياب بنت الفنانة لبنانية نوال الزغبة صورة جديدة الى صفحتها الخاصة وبين التياب الصورة مع حبيبة بالمصعد بلقطة رومانسية وبلوك كاجوال اثارت اعجاب عدد كبير من المتابعين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعلام الكويتي خليل التميمي هو عم يحكي مع بناته عن المكان اللي حابين يروحوا عليه للسياحة وتفعل المتابعين بشكل كبير مع الفيديو واعتبروا انه خليل عم يحاول يغيص صليقه الممثل الكويتية الهام الفضلة بعد زواجه من الممثل الكويتي شهاب جوهر واعتبروا كمان انه البنتين لازم يكونوا مع امهم اللي تهتم فيهم وبعض المتابعين قالوا انه خليل عم يحاول انه يتغلب ع كل المشاكل وينشر اجواء ايجابية نشرت الفنانة المغربية دنيا باطمة صور جديدة الى من جلسة تصوير جديدة وتفاجأ المتابعين من التغييرات اللي صارت بوجه فحطت حلقة تحت تمه لأول مرة ونشرت صور قريبة لوجه استعرضت فيها مكياجة اللافت وعلق المتابعين على التغيير الواضح بوجه فاعتبر كثار منهم انها خضعت لبعض التعديلات بوجه من ناحية تانية دافع كثير من المتابعين عن دنيا وقالوا انه المكياج صبب اختلاف ملامحة كان معكم بموجز الفن علي صولي لا تعرفوا كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب